ولا تنسوا الفضل بينكم في دنيا الناس الإنسان لا يستقر حاله على حال اليوم هو مقبل عليك وغدا ممكن يكون مدبر عنك اليوم أنت من الأحباب وغدا قد تكون من بينك وبينه مشكلة طيب هل هي تورى مع أول مشكلة هذه المعاملة الطيبة التي كانت بيننا تضيع تنسف تمسح أخلاق الكرام لا تتعامل بمثل هذا الكريم لا ينسى من أحسن إليه ولهذا كان في معنى هذه الآية من المعاني التي ذكرها العلماء في قوله عز وجل ولا تنسوا الفضل بينكم لا ينسى الزوج مرة كانت الزوجة متعبة فقامت وهي متعبة لتغسل له ملابسه ولتطه له طعامه لا تنسى الزوجة في عز الأزمة أو في ظل خلاف أو حد بينها وبين زوجها إنه كان مجهد جدا متعبان بس نزل يشتغل عشان يجيب لها لنفسها فيه ما ينفعش الحاجات التي تتنسى نسيان الفضل لأهل الفضل دليل على لؤمن في النفس والطباع والعيظ بالله عشان كده ده خلق الإسلام في يوم من الأيام حصلت بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه محاورة ونقاش ده اشتد واحتدم فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عمر مغضبا ثم إن أبو بكر الصديق رضي الله عنه تدارك الأمر وعلم أنه أخطأ في حق عمر فانصرف إلى عمر ليستسمحه ويعتذر إليه فأبا عمر موقف عجيب جدا يدل إن العبد عبد والرب رب فأبا عمر فهنا أقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس وأبو بكر جاي في صفة رجل آخذ بثوبه مسرع الخطأ كأن فيه اضطراب أو توتر قال أبو الدرداء وهو يروي الحديث ونحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك من أبو بكر قال أما صاحبكم فقد غامر يقول فندم عمر على ما كان منه في حق أبو بكر إنه لم يقبل للعتذار فذهب إلى بيت أبو بكر فلم يجده في الأفناء دي كان أبو بكر وصل للرسول عليه الصلاة والسلام فأقبل على رسول الله وقص عليه الخبر هنا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر اشتد غضب النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر لما رأى الغضب في وجه النبي عليه الصلاة والسلام خاف خاف أن يغضب النبي على عمر شوف القلب الحي مع أنه رفض أو أبى أن يقبل اعتذاره لكن إحنا أخوتنا أقوى من ذلك أقوى من مجرد موقف اللي بيننا أكبر من مجرد سوء تفاهم إحنا أخوى تحاببنا في الله واجتمعنا على الله وعلى حب الله وعلى العمل لدين الله معقولة شوية مواقف تفسد ما بيننا تقطع الأواصر الموصولة أمر عجيب جدا غضب النبي عليه الصلاة والسلام فجعل من الذي يهدئ رسول الله أبو بكر شفت العجب يعني الرسول غضب من عمر لأنه لم يقبل اعتذار أبو بكر والذي يهدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر وشحر يقول والله يا رسول الله لأنا كنت أظلم أنا اللي ظلمت أنا الغلطان أنا اللي احتديت عليه في الحوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي هل أنتم تاركوا لي صاحبي هل أنتم تاركوا لي صاحبي يا أيها الناس إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت الرسول مش نسيله إنه في يوم ما وقف ودعا الناس إلى الإيمان الناس كلها كذبوه في ذلك الوقت إلا أبا بكر ولا تنسوا الفضل بينكم ده ما ينفعش يتعامل زباية الناس ده لما تقع منه هفوة أو تبدر منه أمر خلاف الأولى لا ينبغي أن يوقف معه أو يعامل معاملة بقية الناس لا تنسى الفضلة لأصحاب الفكر بعد فتح مكة وصلح الحديبية ووزعت الغنائم ولم يكن للأنصار منها نصيب والنبي بدأ يعطي المؤلفة قلوبهم بكثرة ترغيباً لهم في الإسلام وتحبيباً لهم في الإسلام بعض الأنصار وجدوا في أنفسهم إن خلاص الرسول رجع لأهله وأعطاهم وإحنا معتش لنقيمة وما شابه فالرسول عليه السلام جمع الأنصار والأنصار فقط وقام فيهم خطيباً وقال له يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله نسيين لما جيت لكم وأنتم تعبدون الأصنام فهداكم الله بسببي وعالة فأغناكم الله كنتم فقراء كنتم ممكن تموتوا بعض عشان فحل وناق كان ممكن واحد فيكم يخسر أخوه عشان لعاعة من الدنيا ربنا أغناكم وفتحت عليكم الدنيا وأعداء فألف الله بين قلوبكم معارك وحروب طاحنة بين الأوس والخزرج من الذي جمعكم في مكان واحد وفي مسجد واحد وعلى قلب رجل واحد أليس بسببي؟ قالوا بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجيبون يا معشر الأنصار؟ ردوا علي حوروني قالوا وما نقول يا رسول الله وبماذا نجيبك؟ المن لله ورسوله يا على أدب الأنصار وأدب الصحابة الأبرار رضوان الله عليه فقال والله لو شئتم لقلتم فصدقت وصدقت جئتنا طريدا فآويناك وعائلا فآسيناك وخائفا فأمناك ومخذولا فنصرناك بيقول لهم الأسباب اللي كان له يد فيها عليهم ولم ينس في ذات الموقف أن يذكر فضلهم على الدعوة الإسلامية وأنهم هم الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا المسلمين وكانوا مهد بداية دولة الإسلام الفضلاء والكرام والنبلاء لا ينسون الفضل وسابق الإحسان لأهله عشان كده نسيان الفضل يا عباد الله هو سبب من أسباب دخول النار القصة مش قصة رفاهية ولا قصة طوعية بحتة دا دين الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار قلنا وبما يا رسول الله قال تكثرنا اللعنة وتكفرنا العشير لو أحسن الرجل إلى إحدى كنا الظهر ثم رأت منه سوءا قالت ما رأيت منك خيرا قط فلما قالت له ما رأيت منك خيرا قط عشان موقف غلط هو وعمله نست الفضل بتاعه وسابق إحسانه في حياتها كلها فاستحقت بذلك أن تكون من أهل النار وبئس القرار ولا تنسوا الفضل بينكم تعالوا بنا لنتذكر لبعضنا البعض المواقف الجميلة لأن المواقف الجميلة دي لما نفتكرها في أوقات الأزمات تقلل من حدة الأزمات وتسهل الصلح وعودة العلاقات إلى أحسن مصار الله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا وأن ينزع من بيننا الشيطان ومن قلوبنا الغلة والحسد والحقد إنه على ما يشاء قدير وحزبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا شكرا